واحد من النجوم الجيل الأخير اللي عمل إنجازات كبيرة مع الأهلي كابتن سعد سمير نشوف رأيه إن شاء الله بتمنى التوفيل للنادي الأهلي مباراة مهمة ومباراة صعبة بطولة دورة أبطال أفريقيا نهائي خلص شوت فرادس الشوت التاني في القاهرة إن شاء الله كل الدعم وكل التوفيل للنادي أهلي ورجابة النادي الأهلي وماتش صعب ماتش محتاج تركيز ومحتاج مجهود ومحتاج صبر علشان ربنا يكرمنا وناخد البطولة الاثناشر إن شاء الله بإذن الله بيبقى طبعا في المعسكر أجواء كلها تركيز أجواء كلها تحضير للماتش أجواء كلها كل واحد بيحاول جهاز السيناريو اللي يشتغل في الماتش سواء المدير الفني سواء مدير القورة سواء اللعبة كبيرة الكلام عن أهمية البطولات أهمية المكسب تأثير البطولة دي بالإجاب وبالسلب على النادي وعلى الفريق فكل دي بتبقى حاجات مهمة في التحضير للمباراة وعمود أساسي من عمدان قدوة اللبس في النادي الأهلي فعليه دور كبير لفتر دي تجهز اللعيبة لكن في ميزة في النادي الأهلي موجودة المجموع الموجودة دي خمس نهايات الفتر فاتك كسب وبطولات كتير تواجدوا في كاس عالب نعندية تواجدوا في بطولات كتير أفريقية ونهايات كتيرة فعندهم من الخبرات اللي يداروا تعملوا مع الموقف فما عندناش علاقة في النقطة دي فنتمنى لهم التوفيق وبهدوه إن شاء الله وربنا يكرمهم ويقدروا يديروا المباراة بشكل كويس ويقدروا يوصلوا للحلم وهو البطولة إن شاء الله هو دعم أكتر منه تواصل يعني تمانيات بالتوفيق وبالدعاء والفرقة قافلة على نفسها بشكل كويس فربنا يكرمهم إن شاء الله بإذن الله يعني الناس اللي جوه الجيم وجوه الماتش وجوه الفرقة في الوقت ده بيبقوا هم عارفين هم رحيم فين وعارفين مركزين إزاي وعارفين يوصلوا النقطة اللي هم عايزينها إزاي يعني فكل تمانياتها لهم بالدعم والتوفيق طبعا الأغلى لنهاء القرن والصفاكس أبو تريك يعني الأغلى بالنسبة لي بطولة 2012 ونهاء القرن يعني أتمنى لهم التوفيق وربنا معاكم جمهور الأهلي وجمهور مصر كلهم وراكم إن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم التوفيق وتشيلوا الكاس وتفرحوا مصر كلها إن شاء الله بإذن الله كابت السعدة سميري عزيزة أبريم نموذج لابن تربة في النادي الأهلي في الثقافة والرؤية والشخصية والوضوح والكلام المباشر نقل تجربته كلعب بقى وكانه يعني بدخلنا فيه كواليس قط اللبس وما أجواء اللعبة مع بعضها ومع جهاز المفني قبل المبرات هي ما بتختلفش كل الأجهات تتحدث بنفس الثقافة وبنفس المنطق وبنفس الاهتمام ويعني وشاطيره الرأي أننا عندما نتحدث عن نتائج نتحدث عن أمنيات وليس تنبؤات نتمنى التوفيق لنادي الأهلي مؤكد أن كل واحد بيقول انطباعه وكل واحد بيقول رؤيته لكن الملعب تبقى له الكلمة وفي الملعب بإذن الله تعالى يحتفظ لعبه الأهلي باللياقة الزهنية العالية بتركيزهم الشديد بالروح العالية لإسعاد كل الجماهير من المؤكد أنه حتمل أستاذ القاهرة عن آخره والملايين أمام الشاشات يدعو لهم بإذن الله نطلع